بنادر نقول عليه هرم كبير من اهرامات الاقباط اللي دايما بفكره ما لكل صفحات الانترنت والحوار المتمدين المواقع القبطية الصحف المصرية والصحف الامريكية والصحف الكندية مقالاته العظيمة حلوله كمفكر يعني هو مش طبيب وسيطالي فقط ولكنه ربنا انعم عليه بالفكر وبالكتابة وباهتمامه بالشأن القبطي اللي كتير من الناس اللي سابوا مصر وقم في كندا او في امريكا وانشغلوا بحياتهم وبالضرارات اللي بيجمعوها وبالملكز الكبيرة لكن برغم ان الدكتور جاك عطالة يتمتع في مونتريال بمنصب رفيع وعالي جدا في العمل الطبي والصيدالي ولكنه اعطى وقتا لهمومه وطنه لهمومه القبطية باصله القبطي وعمل فيه وكان ذلك على حساب اسرته على حساب عمله ولكنه تفوق في الاسنين تفوقا برعا انا يسعدني ان يحاكمني اليوم الدكتور جاك عطالة وانا اعطيه السكين لكي يصبح كما يشعر لا العفو يا ساتر عزيز بقى نشيد الموضوع مش علي انا حضرتك بتقدمنا انا من مجملتك واني من انسانيته ومن شخصيته الرائعة اللي استمتعنا بيها الراجل المفروض احنا لنقدمه فطلع بقدمنا الموضوع مش علي النهاردة الموضوع على حضرتك النشيد الوطني نعم النشيد الوطني النشيد الوطني مهندس ادم النشيد الوطني النشيد الوطني النشيد الوطني لا دين 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 شكرا جزيلا للبشمونس ادم مدير الستوديو الحقيقة عايز ابتدي معاك من البدايات الاولانية خالص الاول انا بشكرك حتى في البرامج الاجتماعية اللي بنتكلم فيها بتفتكر النشيد الوطني واللغة الابطية واللغة المصرية يعني مصر جواك فعايزين نرجع بقى لحكاية مصر جواك ده من البدايات خالص حضرتك اتولدت فين منين اصلا ومن انا عيلا عايزين نتكلم على نشأتك ايه ترتيبك بين اخواتك كده انا نشأت في عائلة قبطية صميمة في سعيد مصر وسعيد مصر يتمتع ان كل الاصل قبطي في سعيد مصر انا من عائلة قبطية اسمها عائلة الشدة الشدة يعني الحزم ايه والقوة طب ليه اسمها كده قنتي الكبير اسمه بشاي الشدة اوكي ايه راجل قبطي فرعوني اصيل ايه نشأت وتعلمت في المدارس الاقباط ايه ودي كان لها تأثير كبير او في حياتي لان مدارس الاقباط كانت تدرس اللغة القبطية ايه وكانت تعطي اجازات يوم الاحد في كل اسبوع كنا بنقدر نروح الكنيسة يوم الحد غير مدارس الحكومية اللي موجودة في ذلك الوقت هل دي كانت ملحقة بالكنيس لان انا شفت مدارس ايوة شفت ايوة عارفو سنة يعني لازم سنة معروف اوكي وده فخر لي ان يكون سنة معروف انا من موليد ديسمبر الف تسعمية اتنين واربعين ايوة ربنا اديك صحة اديك صحة اه عقب ان انا حصلت عسانوية العامة اه دخلت كلية تجارة جامعة اسكندرية اي سنة ست وتخرجت كانت فاروق الاول في الوقت اه او لا لا كان اسمها كلية تجارة جامعة اسكندرية في الشهدبي اه لان اتغير اسمها كانت اتظن فاروق الاول الاول كانت اسمها فؤاد او فؤاد ايوة قليها اسمها يعني لكن هي كان اسمها في الوقت ذهب عصف السكنيات كان بعد الانقلاب العسكري غيروا عصف السكنيات زموها جامعة اسكندرية وبيت اسمها جامعة اسكندرية اتخركت من كوليس التجارة سنة 1964 الاربع سنين مباشرة ولكن انا كنت في الاساس احب دراس القانون كتير اوي اي ومدى ما نتكلم عن ال كنت يعني اهرب من المدرسة زمان اي واروح المحكمة اتفرج على مرافعات المحامين اي في المحاكم ليه بقى الكلام ده عشان والد حضرتك محامي ايوة وكنت بنبهر اي بالدفاعات المحاميين اي وبشوف المحاميين وهم نفسين الارواب السوداء اي وانا طفل صغير وبشوف الناس ازاي المحامي يستخدم البراعة في انه يجلب البراعة لموكله اوكي وازاي بيجيب زباط البوليس اللي كان لديهم بقوة وبأس في الوقت ده يجيبهم يمرمطهم قدام المحكمة ويطلع صغرات القضية وتنتهي القضية بالبراءة وتبقى المحكمة في حالة فرح كبير اوي للمحامي فتبنيت ان انا نكون محامي لكن والدي ضغط علي في الوقت ده ان انا نخش كله التجارة علشان كانت ظروف البلد ان جمال عبد الناصر لغى كل ما هو يمس بالقانون وكان احضر مهنة المحامة فقال لي لازم تدرس التجارة والتجارة ممكن تشغل في السلك السياسي في السلك الدبلوماسي يعني راجل كان بيعدني ان انا شغل في السلك الدبلوماسي اوكي اه عقب ما خلصت طبعا ووجهت ان انا مش هادر اشغل في السلك الدبلوماسي ليه لان انا راجل ابتقي اي وحجزت كدو الوظايف واعتقد ان كان في الوقت دام راجل التخين ده مصطفى اللي هو سيكاتير الرئيس مصطفى عبد الحافظ لا مصطفى دلوقتي اللي هو شغال دلوقتي مصطفى الفئي اي انا فاكرت لما دخلت امتحاد انا هو اي وخدوه هو اي وما اخدونيش انه في الوقت ده انا صممت ان انا ادرس القانون اخر بسالف درست القانون دخلت كل تحوق ودخلت كل تحوق جامعة القاهرة من سنة اولى اوكي يعني مشغلش التجارة خالص مشغلتش التجارة خالص والحمد الله كانت امكانيات المادية يعني ميسرة ودرست لاربع سنين بتوع الحوق وتخرجت من كل تحوق والمهنة هواية يعني علم القانون ده علم ممتع لما بتدرس القانون الروماني القانون الجنائي القانون المدني بخور من العلم جميلة بتبقى تديك الحقوق وبتديك كانوا بيعلمون في كل الحقوق اننا سنكون عظماء مص كل بيخش كل الحقوق يقولوا له انت لا تبقى عظيم في مص فتخرجنا ونحن وضماء في مص عقب ذلك انا كان اتجاهي اننا لازم ادرس واكمل دراسات العليا واخدت دبلومين في كلية الحقوق وسفرت فرنسا وحصلت على الدكتوراه في القانون مجالها ايه الدكتوراه القانون التشريع الضريبي اوكي كانت في التشريع اقريبة من التجارة من درس التجارة كانت اقريبة من التجارة اي وانا كنت بحب التشريعات الضريبية وكنت كان القانون الضريبي الاستاذة سنة تسعة وتلاتين عامل مشاكل كتيرة اول للناس في مص وكانت الناس بتشتكي من التعصف اللي بيقوموا بيه مأمور الضرائب تقديرات جزافية والتقديرات الجزافية واهدار دفاتر يعني وكانت بيوت الناس بتتباح المزاد العلني عشان ما بتعوش الضرائب فانا تخصص هذا النوع لكن اه حصلت ان انا لقيت نفسي بحل المهنة المحامة بطريقة قوية جدا اي استقلت من عملي وشغلت في المحامة ويمكن يوم ما شغلت في المحامة ما كانش عندي مكتب تسمح تسمح ان انا تسمح لي بالشهرة ولكن اه بمجرد ما انزلت ميدان العمل في مجال المحامة وابتزيت اكسب قضية من وراء قضية من وراء قضية درجة مراتي كنت تقول لي هو انت بتنزل تلاقي القضية في الشارع وتجيب الفلوز دي وكانوا الناس انا ما كنت تستور ان مهنة المحامة مهنة عظيمة بتعطي اليك دخل غير محدود يعني انا كنت احسد نفسي انا قاعد في مكتبي ما عنديش حاجة ببيحة غير ان انا بتفد معك على قضية القضية دي اكسب منها اه الفات الجناهات ما بيعش اما بصوصة نفسي مش ببيح حاجة لا بس فيه مصاريف ما عندك مكتب وعندك موظفين وتليفون مهما دي دي مصاريف لا وتنزل جلسات وتطلع لا 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 دي حاجات بسيطة جدا بالنسبة للدقل العميق اللي بيجي لك وبالنسبة لساعدتك لما بتلاقي صغرات في قضية تقفز بك الى المجد انك لما بتقرى القضية بتلاقي صغرة صغيرة فقضية واقع فيها وكي نيابة بتخليك انت تمسك القضية وتجري بيها والناس الناس طبعا اول ما بتعمل اسم عايزة عدالة وعايزة تكسب القضية وحتى لو مش عدالة احنا العدالة عمياء اي العدالة عمياء ولكن القانون اهم حاجة فيه الاجراءات اي وانا بالنسبة يعني الحلقة ما دام ان احنا هنقول حاجات تضحك شوية كنا في رمضان وكان احد المؤكدين جابني اطرفها عنه فقضية مخدرة اشتركوا في القناة